شهد الفريق أول محمد زاكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مرسم الاحتفال بتكريم عدد من قادة قوات المسلحة المحالين للتقاعد وأقام الفريق أول محمد زاكي بتقليد القادة المكرمين وسامة جمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم القائد الأعلى لقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرا لجهودهم الوطنية المخلصة طوال مدة خدمتهم شهد الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مرسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يوليو 2023 وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسامة الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهودهم الوطنية المخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة أعرب خلالها عن الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة لما قدمته من دعم لا محدود خلال سنوات عملهم ونقل الفريق أول محمد زكي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل الصدق والإخلاص والأمانة وأشاد القائد العام بالقادة المكرمين الذين كانوا نموذجا يحتذا به في الانضباط والالتزام والعمل من أجل رفعة الوطن وحماية مقدساته مشيرا إلى أن تجديد مسؤولية القيادة ونقلها من جيل إلى جيل من التقاليد العسكرية التي تخرص عليها القوات المسلحة التي ستظل بعطاء وتضحيات رجالها تدافع عن الوطن وتذود عن مصالحه العليا كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين لما تحملته من مسؤولية اجتماعية كبرى في توفير المناخ الملائم لاستكمال مسيرة العمل والعطاء بكل تفان وإخلاص وحب للوطن